اروح ليه غلاف مجلة الايكونوميست الامريكية وغلاف الحقيقة مخيف غلاف مخيف وبيقول المحصلة صفر خلاص المحصلة صفر او التفكير الصفري احنا رايحين شايفين سلاسل الامداد شايفين المراكب كلها دخلة فيه دوامة واحنا بيوم في الدوامة وقد نغرق او يغرق التجارة العالمية والاقتصاد العالمي في هذه الدوامة اللي موجودة لو انت ركزت وشوفوا ورده يعني فن من فنون الصحافة العظيم جدا وهذه الاغلفة اللي لازم نتعلم منها كلنا واحنا بنحاول نقوم ونرجع تاني لكن المحتوى الغلاف قصة مش محتاج الايكونوميست البريطانية عفوا بتقول المحصلة صفر او التفكير الصفري احنا في الاخر راجعين والنظام الرئاسمالي بيدور وبيتدمر لو انتوا تشوفوا المراكب اللي موجودة بألوان مختلفة كلها دخل على الدوامة المغرقة دوامة الاقتصاد العالمي الغارق في ردة رئاسمالية ادت الى كفران الكثيرين بالنظام الرئاسمالي انا لغد الوقت كله برا مصر بتكلم على العالم النهاردة بيفكر في ايه الدنيا النهاردة بيجرى فيها ايه بقولك انه ادي مجلة الاوكونوميست كلم على دوامة بتنتظر الاقتصاد العالمي فامريكا بيتكلمه على الديون الامريكية ومخاطر او مغبة عدم قدرة الخزانة الامريكية على الوفاء بالتزاماتها اذا لم يقر مجلس النواب الامريكي رفع سقف الاقتمان انه فيه جيش الماني بيتبني وبيسخروا منه عشان يعيدوا بنائه وفيه جيش ياباني بيتبني في هذا التوقيت كل ده لازم احط جب بعضه وانا بفكر قبل ما ابص تحت رجلي قبل ما ابص عندي قبل ما ابص في الاقليم اعرف العالم بيدور فيه ايه اعرف الدنيا بيجرى فيها ايه